اشهد عدد من دبيا الدول بجهود البحرين المتواصلة في وضع وتنفيذ البرامج الحكيمة الرامي للارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد وأبرزها برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 مرحبين بصدور قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الأمر الذي يسهم في تعزيز دورها وفعاليتها في حماية حقوق الإنسان وبما يتوافق مع الموافق الدولية ضمنها مبادئ باريس أكثر من ثلاث ساعات دامت جلسة الاستعراض الشامل لملف البحرين الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري ترأس وفد المملكة وعدد في كلمة مفصلة مجموعة من التوصيات الأممية التي استرشدت بها البحرين لتحديث عدد من القوانين أود أن أشير هنا إلى الوثيقة الصادرة بالمفوضية السامية بتاريخ 6 أبريل والمتضمنة تصويباً للوثيقة الصادرة بتاريخ 14 فبراير 2017 المعنونة تجميع بشأن البحرين من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أي بعد قرابة الشهرين من تاريخ صدور الوثيقة الأصلي الأولى والتي احتوت على جملة من المزاعم والمعلومات المغلوطة وغير الدقيقة ومنسوبة إلى عدد من الوكالات والأجهزة الأممية يعد أمراً مستغرباً ومخالفاً لقواعد الممارسة الفضلة كما أن التصويب يقصر على تصحيح بات ضمنته الوثيقة من معلومات تسيئل مسيرة حقوق الإنسان في المملكة ولا تعكس المنجزات والتطورات التي تشهدها بغير حق فالجهات الصادرة عنها هذه المعلومات نصبت من نفسها حكماً بدون حيثيات أو أدلة ومثال لذلك سيد الرئيس تجاهل هذه المعلومات أن الحوار الوطني نجح في الاتفاق على مرئيات كان منها مقترحات التعديلات الدستورية التي دعمت صلاحيات السلطة التشريعية والتي تم إقرارها الفقرة سبعة من تجميع المفوضية عن البحرين في الأمم المتحدة وفد البحرين أجاب على عدد من الأسئلة التي طرحتها الدول المشاركة ونحن كأضافي السلطة التشريعية بغرفتيها نعتبر أنفسنا الشركاء في المسؤولية الوطنية ومعنوية بالدرجة الأساس بالتشريع وعادة صياغات القوانين والتشريعات التوامن مع تطوير الحاصر على مستوى الوطني والدولي كما أننا مسؤولون عن متابعة ما تطلبه هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتي مملكة البحرين طرفا فيها بأن تكون تشريعات متقدمة وتلبي احتياجات الدولة كفل دستور مملكة البحرين تمتع المواطنين بالخدمات التعليمية دون تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة فالتعليم الزامي ومجاني في المراحل الأولى ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية تنفيذا لقانون التعليم رقم 27 لسنة 2005 بما يؤكد كفالة الحق في التعليم دون تمييز بين المواطنين يحظى جميع الطلبة بالتعليم المجاني والكتب الدراسية المجانية وخدمة المواصلات المجانية وضع المرأة بشكل خاص نال حصة كبيرة من البحث قامت مملكة البحرين من خلال جهود المجلس على المرأة بما يلي اعتماد النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برامج التنمية وتضمين الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة إلزامية إنشاء لجان تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية اعتماد جداول الميزانيات المستجيبة لاحتياجات المرأة وقد بلغت نسبة المرأة العاملة في القطاع الحكومي 53% وفي القطاع الخاص 33% قد احتلت البحرين في العام 2016 المركز 12 دولياً من أصل 144 دولة حسب التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين المعد من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي دابوس معظم الدول أشادت بمهنية الوفد البحريني وتجاوب المملكة مع التوصيات الأممية نرحب بوفد مملكة البحرين ونشيد بالدور الذي تقوم به مملكة البحرين من خلال الالتزام بتقديم تقاريرها الدورية في موعيدها وآخرها التقرير الدوري الخاص بمناهضة تعذيب ونؤيد كذلك كافة الإجراءات التي اعتمدتها مملكة البحرين لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف الأمن والمواطنين واستقرار الدولة ونوصي بمواصلة استراتيجية مكافحة الإرهاب حماية الحقوق الإنسان لقد اطلع وفد بلادي على التقرير الوطني ونشيد بالخطوات المبذولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويرحب بإدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022 لقد اطلعنا بكل اهتمام على التقرير الوطني لمملكة البحرين ونرحب بالجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين والتقدم المحرز في مجال التعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بهدف تأمين مستقبل أفضل لكل مواطنيها البحرين أبدت انفتاحها على التعاون مع آليات المجلس بهدف تعزيز حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية مملكة البحرين دائما ترحب بالتعاون التام مع آليات الدولية الأممية فيما يتعلق بالشراكة في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتعاون مع الفوض السامي ومكتر المفوضية ومجلس حقوق الإنسان وغيرها من الآليات التعاقدية التعاهدية فنحن نرحب ودائما ما نكون مندفعين لتقديم التعاون وفق مبدأ الشفافية والمصداقية والحيادية والنزاهة البحرين نفذت 124 توصية من التقرير الوطني الثاني لعام 2012 بشكل كامل و13 توصية بشكل جزئي فيما لم تحظى 18 توصية بالقبول لتعارضها مع الشريعة الإسلامية أو القوانين المحلية أو للحاجة لمزيد من البحث معظم ممثل الدول التي قدمت مداخلات في الجلسة المخصصة لتقرير حقوق الإنسان في البحرين أثنت على التقرير وعلى الخطوات المتخذة من قبل المملكة لتحسين ظروف حقوق الإنسان والمملكة أبدت استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات الأممية من مقر الأمم المتحدة في جنايف دين أبي صعب تليفزيون البحرين هذا وأشاد عدد من مندوبي الدول بالتزام البحرين القوي وانخراطها الفعلي في كفالة احترام حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون مثمنين إجراءات موآمة البحرين التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية وجعلها مطابقة لمبادئ باريس ننوه بالدور الذي قامت به البحرين لتثبيت الدعام القانونية لتنفيذ التوصيات التي وجهت إليها في تقرير العام 2012 البحرين خطت باتجاه تعزيز حقوق المرأة عبر إطلاق قطة 2030 وسعت باتجاه تطوير الوضع الاقتصادي والمهارات الخاصة بالمرأة نوصل البحرين باستمرار انتهاج سياسات تعزز المساواة ومنح المرأة مساحة أوسع للمشاركة الفعالة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونرحب بالجهود المبدولة لتحسين أوضاع أصحاب الحالات الخاصة خصوصا المراكز المخصصة لإصالهم للتعليم المناسب والتدريب المهني نرحب بوفد البحرين ونشكره على التقليل الوطني الذي يعكس بشكل واضح التزامات المملكة بتوصيات الدورة الثانية للإستعراض الدولي الشامل البحرين تخذت خطوات مهمة لتحقيق العدالة وتعزيز قدرات عناصر الشرطة لديها ضمن احترام أوطر حقوق الإنسان المعتمدة كما ننوه بالرؤية الاقتصادية التي راعت رفع نسبة الوعي بكل جوانب حقوق الإنسان عبر كل السبل المتح وبشكل خاص التعليم والإعلام نرحب بدعم البحرين لإنشاء منظمات حقوق إنسان مستقلة التوصيات التي نوجها للبحرين تتعلق باستماح الأمهات البحرينيات المتزوجات من أجانب منح حق الجنسية لأطفالهن وتعزيز حماية حقوق المهاجرين القاصرين والنساء بشكل خاص نأمل أن تواصل البحرين النجاح كما فعلت في تقديم استعراضها الشامل في هذه الجلسة اشتركوا في القناة